نحو خمس سنوات من حرب قالت الدول المشاركة فيها إنها جاءت من أجل استعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب في اليمن لكن لم يتحقق شيء من ذلك حتى اللحظة بل انتهى المشهد إلى صورة مختلفة تماما رغم إعلانها الانسحاب من اليمن قامت أبو ظبيب بمحاولة جديدة لتقويض الأمن وإسقاط السلطة المحلية في محافظة سقطرة قبل أيام ومثلها فعلت الرياض في محافظة المهرة شرقية البلاد في مشهد يبدو فيه وكأن الدولتين مصممتان على اقتسام السيطرة والنفوذ في المناطق التي تسمى بالمحررة تاركين صنعاء وشمال البلاد للحوثي هل كانت هذه أجندة السعودية والإمارات في اليمن منذ تدخلهما في مارس 2015 أم أن أهدافهم انحرفت بعد ذلك لم تعود الإجابة عن هذا السؤال تشكل فرقا في المشهد اليمني على الأرض فالتحالف تبنى بكل وضوح إنشاء كيانات سياسية وعسكرية موازية للحكومة الشرعية وأتاح لها تقويض نفوذ الحكومة في المناطق التي يفترض أنها صارت بعهدتها بعد طرد ميليشيا الحوثي منها لينتهي الأمر بطرد السلطة الشرعية من عاصمتها المؤقتة عدن استماتة السعودية في السيطرة العسكرية على المهرة شرقية البلاد لا يوجد تفسير منطقي لها إذ يواجه هذا التواجد برفض شعبي واسع عبر عنه حتى مسؤولون في السلطة المحلية قبل أن تتم إقالتهم اختلاق الرياض وأبوظبي لأزمات في المناطق المحررة وانكشاف مشاريعهم الاستحواذية على البلاد جعل من فكرة وجودهما في اليمن حملا إضافيا على الدولة اليمنية ومشروع الدولة الاتحادية